صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بنيس الخليفة أهل البلاد المفدح في ده الله ورعا فأصدر قانون رقم 27 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب جاء فيه المادة الأولى يعمل في شأن تنظيم القطاع العقاري بأحكام القانون المرافق المادة الثانية يلغى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات تلغى أحكام ملكية الطبقات والشقق المنصوص عليها في المواد من 814 حتى 843 من القانون المدني والصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 يلغى القانون رقم 28 لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق كما صادق جلالة الملك المفدح في ده الله ورعا فأصدر قانون رقم 26 لسنة 2017 بشأن استخدام التقنية الطبية المساعدة على التلقيح الاستناعي والإخصاب بعد إقراره من مجلسي النواب والشورى